الآن جاء موعدنا مع الوقف الاقتصادية لنشرة السادسة تقدمها لنا زميلة مرنة إيهاب إليكي مرنة شكرا لكم يا فاطيمة وأدى والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا نفل مركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة وقف البطاقات التمونية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التمونية للشهر الجاري وأشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على انتظام صرف المقررات التمونية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التمونية دون إيقاف موضحا أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التمونية وإرسال رسائل النصية الخاصة بعملية الصرفة حيث أن رسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقرارات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول دون تأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم منشدة أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم المحمول على قاعدة البيانات ضرورة التسجيل من خلال ما كاتب التموين أو المنصات الإلكترونية دعم مصر ومصر الرقمية أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن مخططة الأعمال لتطوير ميناء العريش سينتهي خلال الربع الأول من عام 2024 وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال تطوير أسفرات عن تقدم العديد من الشركات ومن بينها شركة تنفذ مشروع إنشاء ست صوامع لتغزين الأسمان تسينوي الأسود والأبيض بطاقة تغزينية تقدر بـ 75 ألف طن وبإجمالية تكلفة استثمارية تصل إلى 830 مليون جنيها في أسواق البترولة العالمية ارتفعت أسعار النفطة مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر أستمى زيدا من المؤشرات على تناني الطلب في الصين أكبر مستورد للنفطة في العالم وارتفعت العقود الأجلة لخامي برينتا بنسبة 1.5% لتستقر عند 85.28 دولار للبرميل وارتفعت العقود الأجلة لخامي غرب تاكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.86 دولار للبرميل بزيادة بلغت 1.9 من 10 بالمئة كما ارتفعت أسعار المزوت عالميا بنسبة 1.47 من مئة بالمئة لتصل إلى 3.26 دولارات للترة وفي المقابل ترادعت أسعار الغاز الطبعية بنسبة 7.47 من مئة بالمئة لتسجل 3.42 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تشارك مصر في قمة أسبوع أبو طبيل الاستدامة 2023 والذي ينعقد خلال الفترة من 14 حتى 19 من شهر يناير الجاري بدولة الإمارات وستشهد القمة سلسلة من الفعاليات حيث سيتم إنعقد الجمعية العامة للوكالة الدولية للتاقة المتجددة إيرينا وكذلك منتدى التاقة العالمية للمجلس الأطلسية كما سيتم إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة وإقامة الملتقى السنوية لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والتاقة المتجددة موسيقى موسيقى قال الرئيس المعين لرأسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 سلطان الجبر إن الإمارات تريد أن يركز المؤتمر الذي تصدفه هذا العام على نتائج العملية واحتواء الجميع مشيرا إلى استثمار بلاده 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم ودعا الجابر في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمية المنعقد في أبوظبي إلى توصيع النتاق لاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهايدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة وغيرها انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة عليكم وراء أخرى أدوة فاطيما شكراً من إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر